موسيقى موسيقى الخبرة دي هي اللي بتواجه الطالب في أكتر حاجة اللي هي بتقوله مثلا عايز منها خبرة ثلاث سنين طب هو الخبرة دي جيبها منين هو لسه متخرج وكمان مع الخبرة دي أنا بس بطلب صحاب الشركات اللي هم يقللوا بس سقفوا طموحاتهم شوية بلاش خبرة ثلاث سنين وخمس سنين لازم نشغل أكبر عدد من الشباب عشان والمشكلة دي بتكون أصلا في الجامعات إن الطالب لما هو في الجامعة ما بقاش فيه مؤتمر توعية للطالب اللي هو دلوقتي بيتخرج أنا دلوقتي معايا شهادة خلاص فهدخل للمجال أنا عايزه ما بيتفاجئ بعد كده لأ مش هنقدر نقبلك إنتا مش معاك خبرة وهو للأسف ما بتكونش دي مشكلته بتكون مشكلته ما فيش اللي كانش فيه توعية في الجامعة بالزبطة دميانا زي ما بتقولي كده سوء العمل بالزبطة دميانا ودي كمان نطلب بس من الصحاب الشركات اللي هم يقللوا سقفوا طموحاتهم شوية لان احنا زي ما بنشوف قلة فرص العمل اللي احنا بنشوفها دلوقتي وممكن داي بيكون عيبة عالدولة لان بيزود البطالة بشكل كبير صح لا لازم بسان البداية بتيجي من الشاب من بدايته اساسا للتوعية بتيجي من أول الجامعة لازم بقى فيه توعية مشان نرمي برضو ايه الشباب كلهم شايرهم العيب بقلوا ايه مشكلة برضو من أصحاب الشركات أو كده هم اللي بقى المشكلة من عندهم ما برضو فيه شباب كتير اوه هم في الجامعة لازم بيبدأوا شغلهم وحياتهم ويبدأوا ياخدوا سنين الخبرة للجامعات دي طلبها بيبدأوا ياخدوها من قزي للشركات طلبها بيبدأوا ياخدوها من هم لسه بدرسوا بزابتة يوسف بزابتة يوسف وده اللي احنا بنتكلم عنه لازم كل طالب من دوله هو يشوف هدف ايه هو عايز يوصل ليه يعني انا مثلا متخرج من كلية مثلا من كلية التجارة مثلا انا اشوف انا عايزة ابقى محاسب اللي انا اشوف عدل السنين الخبرة اللي انا عايزة لو انا ابتدت من سنة اولى في الجامعة اولى وتانية وتالتة وارابعة اوصل لخبرة اربع سنين كده ما اوصل وانا بتخرج اقول له تفضل هو السبيب بتاعي كويس معي برامج سيل معي لغة معي خبرة كويسة يقدر بيعيه ويتفاجئ في الاخر الطالب انه لا مالوش حق ان هو يشتغل الشغلانة دي عشان برضو مشكلة راجعة في الاول خالص يعني المشكلة لا ما احنا ديه الهدف اللي احنا بنتكلم عليه ده العلاج اللي احنا بنتكلم عليه كل واحد اللي يكون له هدف لازم يسعره من اولى وتانية 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 طب يا علي مثلا ايه الاهداف اللي واحد عايز الخطوات الواحد مثلا لازم يخدها عشان خاطر يبقى يقدر مجهز ان هو يقدر دوقتي يخش في شغل جديد او خطوة في كارين المستقبل اول حاجة هي البداية بتجي من اللغة اللغة هي بيطلبها اي حد يعني اي كلية واي شائر صاحب شركة بيطلب اي حاجة بيقولك هازم اهم حاجة اللغة ولازم الواحد يحسن كمان كافاته في المواد يعني لازم اعليك كمان حاجة في التقدير يكون جيد يعني اللغة واذا انت معك اذا اللغة بشكل كويس معك والتقدير كمان معك جيد ان شاء الله بتتريبه في اي شركة واذا بتريدت بين اولى وتانية وتالتة جمعت خبرة كويسة واشتغلت في كزا مكان يبقى كده معك ثلاث حاجات الخبرة واللغة والتأدير لازم طبعا يعالي عشان خاطر فيه طلبة بيبقى خارجين من كلية قمة كبيرة جدا بيبقى خارجين حطين أمانهم صعب الزبط الزبط زي ما بتقول كده الأمال هي احنا لازم كل واحد زي أصحاب الشركات احنا لازم نقلله يسقف طلبة دلوقتي علي مشكلة ده ان الخاص وقت الحلقة رب يخلص خلاص وقت الحلقة خلص كده اتمنى تكون في الحلقة استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعزي التكلم معكم كتير